في قلب العاصمة عمان يختزن المسجد الحسيني الكبير تاريخاً دينياً وثقافياً يحكي فصلاً حافلاً من قصة الدولة الأردنية الله أكبر الله أكبر المسجد أسس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن عهد عمر بن الخطاب نتيجة الفتحات فكانت قادة الجيش تستقر في هذه المنطقة أجد الدولة الأموية أقاموا مسجد على نفس المكان اللي كان فيه سيدنا عمر بن الخطاب بعدها الدولة العباسية بعدها الدولة العثمانية قدم الأمير عبد الله الأول الملك عبد الله إلى الأردن في سنة 1921 أشار على بناء كان المسجد مندثر بأمر بتشكيل لجنة لبناء هذا المسجد فبني هذا المسجد في هذا المكان انتهى إعمار المسجد سنة 1924 في سنة 1985 جرى تحسين على هذا المسجد في عهد جلالة الملك حسين ابن طلال طيب الله وطراه وهذا اكتمل عملية الصيانة والترتيب الآن في هذه السنة تم إعادة الصيانة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن حسين بعد الحريق مباشرة فأمر جلالة الملك حتى قدم من السفر مباشرة إلى المسجد فأمر الدوان الملكي بإعادة تقييم المسجد من الباب إلى المحراب أعي المسجد الحسيني منذ الطفولة وأنا الآن عمري 66 سنة وأنا كان عمري 6 سنوات وأنا ما كان في مساجد عمان كلها كل الأردنيين يحبون هذا المسجد لأن هذا المسجد يعتبر مركز طلاقي للناس ترجمة نانسي قنقر